السيد الرئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية السادة والسيدات إن الدورة العادية 2022 الذي نحن بصددها في ختام أعمالها اليوم شهدت تغيرا عميقا في الحياة السياسية والمؤسسية لبلادنا عبر تنظيم حوار وطني شامل والسيادي الذي عقد بتاريخ 20 من أكتوبر أغسطس إلى الثامن من أكتوبر 2022 في القصر الخامس من يناير بأنجمينا هذه الجلسة يمكن التذكير بقدسيتها الحوارات التمهيدية في داخل البلاد وخارجها والحوارات بين الحركات السياسية والعسكرية في الدوحة بقطر في اليوم الرسمي لاختتام الدورة الثانية العادية 2022 أريد باسم جميع المستشارين الوطنيين وباسم الخاص أرحب بكم في قصر الديمقراطية وأشكركم على أخذ وقتكم الغالي لحضور هذه الاختتام ووفقا لأحكام المساق الانتقالي المعدل تم تنصيب الرئيس الانتقالي صاحب الفخامة محمد إدريس ديبي إتنو في أكتوبر 2022 في شروط أداء القسم المحدد من الحوار الوطني الشامل والسيادي فإن المجلس الوطني الانتقالي عليه التزامات قوية التي تخذتها رئيس الدولة من أجل ديناميكية الدولة وإعادة بناء شاد الجديدة كما تم تعيين أعضاء جدد للمجلس الوطني الانتقالي إضافة إلى أعضائه السابقين كما قام الحكومة الشادية بدعم الدفاع والأمن والتركيز على التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية كما واجهنا الاعتداء من جماعة بوكوهرام راح ضحيتها عدد من أفراد الجنود البواسل كما أعطى رئيس الجمهورية للشعب الشادي قرار حول مجانية البطاقة الوطنية والعمل من أجل الإدارة الرشيدة في جميع الجوانب المختلفة والحيوية أما المجال الدبلماسي فإن المجلس الوطني الانتقالي ساهم في المجال الإقليمي والدولي حول المجال الدبلماسي رئيس الجمهورية قام بزيارة العديد من الدول منها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ونيجر ونيجريا وموريتانيا والسودان وفيما يتعلق بالميزانية الداخلية والخارجية فإن بلادنا شاد تأثر كغيرها من دول العالم بسبب جائحة كورونا وفي مجال الحقوق فإن الدولة ساهمت في سن القوانين المهمة وفي مجال الضرائب واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إدارة المالية الناجحة وكذا تنظيم السروة الحيوانية والزراعة وغيرها من المجالات المهمة اشتركوا في القناة